مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم عملت لكم وصفة حاجة جدا روعة اللي هو خبز الشواية او فطاير الشواية والبعض يسميه سندوتشات الشواية جدا روعة وتقدروا تستخدموها في اي حاجة للحشو تقدروا تاكلوك سندوتشات عادية او خبز عادي كمان تقدروا تحشوها وتعملوها بالشواية ما شاء الله خبزة طرية وزي القطنة ولديدة جدا خلونا احنا بالمقادير هنا عندي كوبين ونص من الدقيقة الابيض تمام بضيف اول شي ملعقة كبيرة كريمة شانتي ممكن تعملوا سكر بدل الكريمة شانتي وكمان ربع ملعقة صغيرة من الملح وبضيف كمان ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية وربع ملعقة صغيرة من البكنش بودر هدي فقط المقادير طبعا ما فياش زيت وما فياش حليب بس اذا انتم حابين تضوفوا حليب وزيت ضوفوا عادي يعني ما يقترش على العقينة خلط المواد اللي قافوا والان بضيف ماء بحرارة الغرفة اذا كان القو بارد ضوفوا ماء دافي تمام وحاولوا تعقنوا الان بتقولوا هده خلاص قلبة العقينة حصيد لا عقنوها بس تلتم معاكم العقينة لما نحصل على عقينة طرية وتلتصق باليد زي عقينة الفطاير والمعقنات تمام الماء شوفوا حسب يعني نوع الطحين فيه انواع الطحين تمتص الماء وفيه انواع الطحين ميحتاج ليش ماء يعني اني مقدرش اعطيكم كمية ماء محددة اني اخذت مني كمية الماء اخذ مني ثلاث ارباع الكوب يعني كوب ناقش شوية تمام وابدأوا عقنوها لما تحصلوا على عقينة طرية وتلتصق شوية باليد تمام الان بدهنة بالزيت فقط ادهنة بالزيت عشان خليها تتخمر يعني عشان ما تلتصقش بالبولة او الزبدية بس دهنة رشة بس سيطة من الزيت وغلفة بسفرة اكل سفرة الاكل ايش تعمل تعمل رطوبة وتخليها تختمر بسرعة يعني سفرة الاكل حلوة جدا للتخمير فقط ممكن سفرة اكل او بلاستيك باك يعني كيس او ايشي وخلاص خلوة تتخمر عشرين دقيقة او خمسة عشر دقيقة الان بقهز الحشوة انا عملت له حشوة تونة عندي خيار وعندي قزر حاولوا انكم تبشروا الخيار والقزر بشر خشن تمام ما تخلونوش ناعم عشان ما ينزلش ماء اذا نزلوا القزر والخيار تبعوا السوائل والخضار الماء ما يطلعش حلو عشان كده الحشوة لازم يعني ما يكونش في القزر والخيار تبشروه خشن تمام والان بضيف له كمان اضفت له ملفوف بنفسقي انا ما شاء الله عندي واضفت له تونة واضيف ملعقتين كبيرة من المايينيز او ملعقة كبيرة ورشة من الفلفل الاسود فقط حتى ما اضيفش ملح انا ما اضيفش ملح عشان منزل لي السوائل الحشوة ما تنزل السوائل والخضار بعدين اطلع طعما مش حلو ممكن تضوفو اذا تحبو الفلفل تضوفو الفلفل الحامي او الفلفل اليمني اذا انتم حبي او تشلي فليكس الان اخلص بحطه في التدلاقة الحشوة على بان من الان ما اقهز الفطاير او السندويتشات هنا بقصم العقينة الى كرات طبعا اقصموه بحجم اللي انتم حابينه فاني خليتها وسط لا هي كبيرة كتير ولا هي الصغيرة يعني ميني فقلت لي تقريبا 15 كرة الكوبين ونص اقلي 15 كرة بحجم يعني الخبزة طلع لي بحجم كف اليد حجم كف اليد الخبزة وانتم تقدروا تصغروها تكبروها تشكلوها زي ما تحبو ممكن تفردوها شو في دائرة كبيرة وتقطعوها خلص بعد ما كورت اخليه ترتاح شوية عشان يسهل علي الفرد يعني حق كده 5 دقائق بعد ما كده ما حسيت ارتاحت بابدأ ايش ابرمه بشكل استواني واجيب فرادة او ممكن اطبطبة كده بيدي واخليه بشكل بيضاوي نفس موضح لكم الشكل ممكن قلت لكم تعملوها دائرية ممكن قلت لكم تفردوها قطعة كبيرة ومعندكم قطاعات او بغطط قطعوها دوائر بس بشرط انه ما يكونش الفرد رفيع ما يكونش كتير رفيع شوفوا سماكته كيف وحطه على فوطط مطبخ لازم ترتاح تتخمر لازم من سبب نجاح فطاير الشواية لازم تتخمر او ترتاح شوفوا ما شاء الله كيف هنا حاولت اني قرب لكم ما شاء الله بالسرعة تنفرد حتى باليد ما يحتاجش انكم تفردوها حتى بيفرادة حتى بيطبطبوها كده على يدكم تنفرد بس انه ما خليش رفيعا كتير لا شوفوا السماكة كيف حقر وه spamش تكون نفس السماكة كل ما يكونش جهة سميكة وجهة رفيعا دائما اتعلموا الفرد انه لما تقولو تفردوا الخبز دائما يكون نفس نفس السماكة ما يكونش جهة سميكة وجهة رفيعة وهينا شوفوا ما شاء الله طب طبط عليها بيد وحدة والله اشتغل وبيد وحدة مسك الكاميرا وارويكم كيف يعني اسويها شوفوا مشاهدة بسرعة تنفرد لاني اخليتها ترتاح شوية وانقلوها دايما لفوتة مطبخ حطوها او يكون معاكم سطح مرشوش على طحين واني يفضل فوتة مطبخ وهنا ما شاء الله الطبخ طبعا يشرب شاهي مكيف على الطبخة الان شوفوا خليتها ترتاح على بين ما تسخن الشواية سخنة الشواية بدهنة دهنة زيت بعد ما كانت الان تكون صاخنة دهنة زيت بس بسيطة من فوق ومن تحت وخلاص بحط اول واحدة اشتغلت فيهم اول فطاير فردتهم بحطهم وبحسب لي ثلاث دقائق بس بس تتحمر من فوق وتحت تكون قاهزة شوفوا كيف خلاص استوت ولا معاقنا ولا لاني ارتاحت وتكون مفرغة من داخل لتخافوش اني ما تستويش اخدت مني ثلاث دقائق ثلاث دقائق بالضبط الى طولت اربع دقائق طبعا عندي هاد الشواية شوفوا ما شاء الله كيف بعد مرتاح وما شاء الله كيف مرتاحين طبعا الشواية اللي عندي مثلا ما فيهاش ما فيهاش حرارات ترتفع لا خلاص توصل لحرارة 200 وتفصل هاد النوع الشواية اللي عندي في شوايات لا انتم تضبطوا حرارته يعني فيها ارقام كل حلوين طبعا هادة توصل لحرارة 200 وتفصل من عنده انا دايما استخدمها ولا سنين معايا وكمان عندي الشواية اللي فيها ارقام بس لازم تضبطوا تمام الحرارة حقا لانه ممكن تلتسع الخبزة لكن هادة تمام تضبط لي كمان اياها وليش قلت لكم خلوها شوية سميكة لانه عشان تتحمل لكم من فوق وتحت ممكن تخلوه رفيعة كتير ما تنتفخش ما توصلش الحرارة يعني ما تتحمرش الخبزة من فوق لانه رفيعة خليتوها فعشان كده تتخلوهاش رفيعة طبعا اني احطها على سفرة اكل او ممكن منشفة مبللة شوية بالماء وتحفظوا فيها الخبز بس اني احطها على سفرة اكل يعني زي كده بعد ما خلتها كده تبرد شوية خلاص احطها في اكياس واقدر احتفظ به بالفريزر وقت ما تحبوا تطلعوها انتم معارفين هادي اني عندي عزومة لازم يعني عندي ضيافة في البيت وكده لازم اعمل هادي الفطاير اعمل بالتونة احشيها ومرات احشيها كودو ومرات قبنة ولبنة اعمل لي اي حاجة وكمان تنفع لي اللونش بوكس للاولاد في المدارس روعة روعة ايش اقول لكم ممكن تعملوها فطار يعني انتم تعملوها خبز كبير حقم كبير ومع الفول والفصولية تقدموها كروتي عادي جدا لذيذة طبعا اني يحبوني عندي بالتونة يحبوها عندي بالكودو احشيها مرة شكشوكا انتم مرة نزلت لكم حشيت شكشوكا فطار الصباح كان يعني جدا روعة صدقوني بتعتمدوها وهنا حبيت ارويكم هذا حق الصوصات يعني زي الابر تكون بلاستيك تضغطوها تحطوها بالصوص وتضغطوها وهي تشفط الصوص لكم تسحب الصوص سوى كان شطة او ممكن طحينة سائلة بس لازم يكون الصوص خفيف او ممكن تومية خفيفة اشياء خفيفة تمام وماشاء الله هنا برويكم شفوا كيف الخبز من داخل روعة 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 اني لازم تقربوا بصراحة واللي عنده يعني مشروع حبة تفتح ويعني تفكر كده لا تنسيش هذا الخبز صدقيني بيمشي معاكي نار والله والله يرزق الجميع وكمان حبا قول لكم اذا يوم فكرتوا انكم تشتو تخفيضات على الاجهزة او تشتو تشتروا قهاز قلايا او حماصة او زي كده اني بقول لكم فكروا انكم تشتروا الشوايا لانه الشوايا كتير يعني بتنفعكم اني يدي اليمين في المطبخ اسوي فيها كل شي مش بس فطاير مش بس احمص السندة وتشات لا اني كمان اشوي فيها كمان اعمل اطبخ فيها الخبز قلت لكم وكمان اعمل فيها العقة اعمل فيها اشياء كتيرة اذا يوم فكرت تشتري قهاز بقول لك وما كانش عندك شوايا اشتري الشوايا يعني فيه اشياء مثل اني مستخدمش القلايا الهوائية مستخدمش اشياء كتيرة لكن دايما انصح الواحد يكون عنده شوايا بقد حلوة وفيه احجام للشوايات وانواع والان اسعارها كمان مقبولة وحلوة وشوفوا ما شاء الله الخبز زي كيف لذيذ جدا وان شاء الله تقربوا والان بقول لكم اذا مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايكوا كومنس حلو منكم بالعافية لي ولكم